اثرت المقاومة اليمنية المشتركة على ثلاثة مواقع في منطقة الكراعمة جنوب غربي مدرية بيت الفقيه اثر هجوم شنته على مواقع المتمردين في المنطقة واستهدفت طائرات التحالف العربي تعزيزات للحوثيين كانت قادمة من منطقة الحسينية باتجاه المدرية وكان المتمردون قد قاموا بتهجير اهالي منطقة الكراعمة وحولوا منازلهم الى ثكنات عسكرية لقصف مواقع وقوات المقاومة المشتركة في منطقة الجاحة